مساء النور والهنة على احلى جمهورنا قبل ما نبدأ يريدنا صلى على سيدنا محمد عليها افضل الصلاة والسلام وما تنسوش تدعموني باللايك وقومنت الحلم ويلا بسرعة نشوف قصتنا النهاردة قصتنا النهاردة قصة كاملة اللي كاتبتنا الجميلة المبدعة دعاء احمد يلا بسرعة نشوف احدثها بتتكلم عن ايه سمعت اللي نسمعت ومعلم جابر بص بترفعني للشاب اللي واقف قدامه وكان قاعد قدام المحل بتاعه سمعت ايه قل بش مهندس حسين طلق الست مهرة اطلق التالتة قام بسرعة وبصله انت بتقول ايهات انت متأكد من الكلام ده ولا بتهلفت بقى اي حاجة والله زي ما بقول لك كده يا معلم والاستاذ ماجد اخو ست مهرة هو بنفسه اللي قال الكلام ده وانت عارف ان البنت كوسر اللي بتشتغل في البيت عندهم تبقى خطبتي وهي سمعت الاستاذ ماجد وهو بيتكلم وبيقول ان الست مهرة اطلقت وهو رايح يشوفي ايه بس خلاص دي اطلق التالتة يعني شكرا كده سعد صاحب المعلم جابر قال بخبص بقى في واحد عنده عقل يطلق واحدة زي الست مهرة مغفل بصحيح لما يا سعد انا بقول لك هو وماله نسكت خالص عبود الصبي قال بس والله يا معلم لو لانها اطلق التالتة كنت هقول ان الاستاذ ماجد هيخلي يردها تاني لكن خلاص امر الله نفس هو من سمعك ماجد ما يهمش غير الشغل اللي بينه وبين البش مهندس حسين ده مقاول والمقاول والمهندس حبايب والله عندك حق مفيش حد مظلوم في الليلة دي غير الست مهرة بنت حلال ومتاخدة في الرجلين طب بس يا اخويا انت وهو ادخل وزن للزباين مش هنفضل نتكلم طول النهار والزباين بيتفرجوا علينا عبود سبهم ودخل المحل جابر قعد مكانه والسرح سعد قال قلبك مشغول باي يا جابر فات خمس سنين يا جدع كأنك اول مرة تعرفني يا سعد اعمل ايه اللي انشغل قلبه ما يكملش غير الانتظار لسه فاكر لسه فاكر اول مرة شفتها فيها فاكر اول مرة جد فيها لحي السيدة زينب واخدت قلبي اخدت قلبي الغلبان اللي قعد قدامك ده وفاكر برضه لما رحت اتقدم لها وبها وقتها قال بقى انا اصرف واقبر واعلم علشان في الاخر اجوزها الغزار بتاع بهايم طب واللي يقول لك على فكرة مليون جنيه لو لسه بتفكر في الموضوع ده ده نعمل للي هو وعاوزه بس اقول لا مش هقول هرتب لك الموضوع الاول وبعدها لو تم يبقى لي عندك الحلوة طب وريني شطرتك يا سي سعد اما نشوف اخرة الصحبية اللي ببدي هتشوف والله هتشوف بس هده كده وفي بيت المهندس حسين مهرة كانت قاعدة جنب اخوها وهي بتبص الحسين بقرف وش مئزاز وهو قاعد بمنتهى البرود ماجد قال ممكن افهم ايه اللي حصل المرة دي كمان علشان ترمع لي هاليمين انت مش وعدتني انك هتمسك لسانك دي اخر طلقة اسألي الهاني مختك اللي مش عاملة حساب لراجل ولا لأي حد ما تتكلم يا مهرة حصل ايه البيه اللي شايف نفسه قدامك دلوقتي بيتكلم عن الرجولة كان عايزني اخرج عود مع صحابه واخد معليهم الساعة ثلاثة الفجر تقدر تقولي صحابك لحد الساعة ثلاثة الفجر بيعملوا ايه هنا يا شيخ لو بتتكلم عن الرجولة كنت اخلى عندك شوية نخوة واخدهم واسهروا في اي حدة مش في البيت اللي مرتك فيه لأ وكمان عايزني اعود معهم وبعدين انا فضبية وما فيش ولكلمة حلوة كان يخدم عندك والله انا اللي غلطانة غلطانة اني رجعت لك المرة اللي فاتت انت كمان اللي كانت تتكلمي وبعدين ده بيتي ونا حر اعمل فيه اللي نعاوزه وبعدين لما انت شطر قوي كده كنت على الاقل اللي عرفت تتخلي فيه بدل ما انت عاملة زي الارض البور كده مهرد معها نزلت غزبا عنها ما هي مش بتحبه بسبب انه بيعيرها حسين ابتسم بسعادة كأنه بيتحمس لما بيعرف انها ضعفت قدامه في ايه يا حسين ما تحترم وجود يا اخي انت على عين وراسي بس نفط بيا من عميل اختك اختك اللي مش عجبها اني جايب صحابي البيت خليها تجيب لحت تعيل تحسسني اني متجاوز ست ونعمل لها اللي هي عايزا مش هيبقى لكده ولا كده ده عشرة اصر العمر مهر قامت ودخلت قدتها وهي بتعيط من اللي حس بيه قعدتها لقرسي وفضلت تعيط وهي حسة ان اخوها يجع لها زي كل مرة قامت لما تهدمها وخرجت لقيت ماجد وحسين بيتكلموا في الشغلك العادة يلا يا مهرد وبعد انت فاهم مهرد ما ردتش ومشيت معا وهي بتحمد ربنا اني ما فيش فرصة تاني انه يردها وبعد ازبافي بيت ماجد حسين قال يعني يا ماجد انا بقولك انا عايزة ارد اختك حسين ايه دا وعقل ايه الكلام اللي انت بتقوله انت طلقتها ثلاث مرات خلص شكرا كده لا مش شكرا في طريقة تخلينا ردها طريقة ايه نجيب محلل هي اكتب عليها ليلة ولا اتنين وبعدها هيطلقها وانا ردها وبعدين فكر في الشغل اللي بنا ما يتسقط يفكر في كلامه محلل وفكرك مهرها توافق على الكلام ده وهي ما توافقش لي ان شاء الله وبعدين انت اخوها الكبير واللي تقوله لازم تعمله انا بحب مهر يا ماجد والله العظيم مش عارف عاد في البيت وهي مش فيه طب سيبنا فكر في الموضوع ده انت عندك حد ممكن يعمل كده علشان تردها انت عارف الراجل اسمه جابر بتاع محل الجزارة اعرفه بس شمانة ده يعني بص هو اللي كلمني في الموضوع صعد صاحبه وهو قال لي على موضوع المحلل ده وقال لي ان جابر انسب واحد يعمل كده وقال لي انه ما بيكرهش في حياته قد صنف الحريم لانه حبه واحدة زمان وطلعت مش ولابد هو من ساعتها وهو رافض موضوع الجواز وبعدين ده عنده حوالي 35 سنة هو متجوزة خلص وممكن يعمل كده يومين وبعدها يطلقها وانا اردها لانه تقريبا كده عايز يشتغل معايا فبيقدم السبت مش عارف بس اظن ان جابر مش زي ما انت قلت بس وماله مادم هيطلقها بس يشتغل ايه معانا اكيد عايز يشتري منك عمارة ولا حاجة وبعدين انا سمعت انه مش قليل والناس كلها بتعمل له حساب واكيد عايز يوسع شغله انا ما عنديش مشكلة ان كان كده اهو نستفد من الفلوس اللي عملها على قلبه قد كده خلاص حدد معا معد كتب الكتاب يعني موافق مش هتستنى تاخد رأيها اخد رأي مين وهي تقدر ترفض دنا كنت وبعد مدة مهرة كانت بتسمع كلامه وهي مصدومة من اللي بيقوله انت بتقول ايه يا ماجد محلل ايه انا لا يمكن ارجع له انت فاهم هو بعد ايه يا اخي كفايك ظلم وفترة كل ده علشان الشغل اللي بينكو يا اخي ملون ابو الشغل اللي يخليك تعمل فوقتك كده وانا هقول ايه ما انت من نفس العينة بص يا ماجد انا مش هرجع وعلى مفخلكم اركبوه وقبل ما تستوعب كان مسكها من شعرها بص يا بتنتي انا مش هبوز شغلي علشان حضرتك مش عايزة تسمع الكلام هو بعد ايه ما تستحملي ما كل الستة بتستحمل وبعد ينحمد ربنا ان ابيلك كده على عيبك وصوتك ده وقسما عظما لو عيلة تاني مش هتعرف انا هعمل فيك ايه منك لله يا ماجد منك لله عمر مها سمحك على اللي انت بتعمله فيه ما تبقش تسمحيني انا كل اللي يهمني شغلي وانا قلت اللي عندي ابقي جهزي نفسك يا عروسة سبها وخرج من القودة وهي بتبكي وفي محل الجزارة جابر ما كانش مستوعب اللي سعد بيقوله وانه خطط لكل حاجة سعد قال سرحت في ايه عريس سعد انت متأكد من اللي بتقوله ده ايه مش موافق ولا ايه هو بعد اندلعبها نعملها لحد ما يتم المراد وساعتها ما تبقاش تطلق علشان يبقى يشاهد رجالة الحتة هو طلع صغير في عينهم واني بقول حاجة وعمل حاجة تانية انا عمري ما كنت كده يا سعد والصغير قبل الكبير يشهد على كده يا جدع حرم عليك نفسك ما يعملوا اللي هم عاوزينه هم الناس عملوا لك ايه طول السنين وانت مش عارف تنساها ولا عارف تتجاوز غيرها ولا تحب وبعضي لو قاعدك فقاعدة ساعتها الكبير هيحكم ان هي اللي تختار وده اللي خايف منه يا سعد ان هي اللي تختار وتبقى وقفة في الشي المنطقة بتعمله الف حساب في اللحظة هيبقى سرته على كل لسان انا ما يفرقش معيا كلام الناس لو جيه اليوم الا تحط فيه في مقارنة مع الراجل اللي اتجاوزته خمس سنين وتختاره هو يا جدع ما تفولش وخلي عندك ثقاف ربنا وبعضين مش جايز يحصل حاجة تانية تخلى قلبها يمين لك وبعضين ده طلقها ثلاث مرات وبعضين انت عاوز تضيع علي حلوتي يا جابر ده نرتبت الموضوع مخصص ليك جابر ابتسم وهو كمل كلامه ماجد وحسين اتفقوا معيا انهم هيجوا بالليل نتفق وانا لما اتكلمت معه بيّنت له انك ناوي تدخل في شغل المأولات وانه بيعمل كده علشان المصلحة مش اكتر وهو كذلك وبعض يومين كانت مهرق عدو ماجد وهم بيكتبوا الكتاب وحسين موجود والمأزون قال بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير ما كانش في اي مظاهر فرحة ولا حتى في حد بارك جابر قال مش يلا بينا ولا يا مهرة مهرة رفعت عينيها وبصت له بارتباك احساس مش مفهم جوها ده جوزها ولا لأ يلا يا مهرة امي رحي مع جوزك ويومين لما نرجع من السفر انا وحسين هنيجي ونفس المأزون اللي كتب هيطلق طبعا ونقدر على بعضك يا جميل ولو لما وضع السفر كنت خليته يطلقك بكرة الصبح مهرة كان نفسها تسرق وتتعصب لكن ما كانش عندها ولا طاقة ولا قدر انها تتكلم جابر كان بيدغط على ايده وهو غيران لكن مش حابب يكشف ورقه دلوقتي جابر بابتسامة يلا بنا يا مهرة امي تبدون حتى مطبصله وخرجت من البيت ما جد قال خلي بلك عليها يا جابر جابر ما ردش عليه وخرج وهو شايف عينها كلها دموع نزلو من البيت وهي سكتة ومش عايزة تتكلم ركبت جنبه في العربية وهو سيء وفي طريقه البيته وكل شوية يبصلها بهدوء لكن هي كانت صندة على ازازة العربية وسكتة لحد ما وصل البيت جابر حط المفتح على السفرة وبصلها دخل يا ست البنات نورتي بيتك دقطتك وخلي في علمك بكرة الصبح هنسافر الغردقة ليه؟ حاسس انك محتاجة تغيري جو وصحيح حاجة كمان انا مش هتطلقك مهرة بصيت له باستغراب وهو سبها ودخل قدته مهرة لنفسها هو ايه؟ ما اهتمتش ودخلت قدتها وهي حاسة بالاستغراب من كل حاجة والتاني يوم في الغردقة وصلوا الشلي بتاع جابر وهو سبها وطلع يغير وهي لسه مش مستوعبة اللي بيحصل لكن كانت حاسة انها فعلا محتاجة تغير جو وتبادعا الناس من زمان وهي متاخد حقها من وقت ما ابوها الله يرحمه اتجوزت حسين اللي كانت حايتها معا وحشة جدا مفيش مرة قال لها كلمة كويسة دايما زعي وتقلل منها جابر نزل لقها بتبصل البحر وسكتها ابتسم وراح نحيتها ووقف جنبها وفضل يبصلها بحب الجميل سرحا في ايه؟ ايه؟ هو انت ايه؟ ايه اللي انت قلتم بيرح ده؟ انت بجد مش ناوي تطلقني وهتقدر على ما يجد وحسين؟ انا واقع من الجوع ايه رأيك تطلع يتغيري وننزل نتغدى في ايه مطعم بس انا خلينا نأجل اي كلام دلوقتي ممكن؟ ممكن هو بعد وقت كانت بتاكل وهي بتبص ليه؟ صح يا جابر هو انت اللي ما تجاوزتش لحد دلوقتي جابر بصلها وساب المعلقة من ايده حبة تعرفي؟ اكيد كنت بحب واحدة زمان لكن ما كانش في نصيب انها تكون من نصيبي هو من ساعتها ما عرفتش احب غيرها هو لسه في حاجة اسمها حب ده انا كنت فكريها كتبة هي بختها انا لو كنت مكنها عمري ما كنت اسيبك تضع من ايدي لا يست البنات مش كتبة وبعد ان هي ما كانتش تعرف اصلا بالموضوع والموضوع عد علي وقت طويل قوي انت لسه بتحبها؟ هفضل حبها طول ما نعايش لان عمر الحب ما كان بقدينا مهرة معرفتش ترد وبست في طبقها وبعد مدة كانت وقفة على الشط وهو بيتكلم في الموبايل بعد عنها شوية كانت بتبص له باهتمام ما تنكرش انه شخص هادي وغريب جدا في طريقته شاب بيجع ليها وقال الجمل ده كله واقف لوحده ليه هي الرجالة تعمت احترم نفسك يا أستاذ انت طب اهدي اهدي بس وخلينا نتعرف جابر بغضب من وراه تعال يا رحمك واحنا هنتعرف الشاب كان هيتكلم لكن لقى جابر بيمسكه مهرة بست له بصدمة وهي شايفة بيزعق جابر جابر اباد عنه بالله عليك اباد عنه هو انا هسيبه لازم نتعرف عرف انا من يحلتها ان المعلم جابر جذر بعد عنك يعني انت اللجنة على نفسك كيف ايه جابر كيف ايه بالله عليك اباد عنه ومسك ايدها ومشى وهو حاسس انه متضايق وغيران جابر انت فاهم غلط وبعض ما حصلش حاجة لكل ده ما حصلش حاجة وانا كنت لسه هستنى لما يحصل وبعض ان اسمعي الكلمة اندول وحطيهم حلقة في ودانك انت مراطي فاهمة فاهمة يعني ايه مراطي يعني بتاعتي انا ومحدش ليه ينحق فيك غيري ولا حد من حقه يتغازل في جمالك غيري فاهمة مهرة كانت بتسمع وهي مصدومة ومش قادرة تتكلم من الصدمة اللي حست بها ما تنكرش انها استقربت شعور انه غيران عليها او متضايق كده علشانها وبعد ازباين مهرة كانت حاسة بسعادة ما تنكرش ان الفترة الصغيرة دي حصل فيها حاجات كتير مختلفة اول مرة تحس بيها ما تنكرش انها اول مرة تبقى فرحانة كده لا اول مرة تحس انها بقت انسة بجد في حد مقدرها وبيهتم بكل تفاصيلها كانت وقفة بتجهز الغداء لحد ما جابر يرجع من المحل وبعد دقيق الباب تفتح جابر دخل ومهرة بتسمت وخرجت وحشتني يا مهرة انا شامي مرحة جميلة عملت لنا ايه النهار ده على الغداء الاكل اللي انت بتحبه بس هو لسه مستواش والله هنا عملة من بدري بس بياخد وقت شوية وبس وهطف عليه ومالك متوترة كده ليه هي الايامة هتقوم ماسي بيبرحته ادينا موجودين مهرة افتقلت ايام زمان لما حسين كان بيرجع من الشغل ويفضل يضطر يقوي زع انها ما جاهزتش الاكل ابتسمت ودخلت المطبخ وبعد مدة كانوا بيتغدوا وهو بيتكلم معها لحد مجرس الببران ادخلي جوه وانا هشوف مين مهرة قامت ودخلت قدتهم وهو راح فتح للا احسين وماجد افندي مش تقول لنا اتفضل ولا ايه لأ طبعا اتفضل يا ابو نسب دخلوا ومهرة كانت وقفة مصدومة وهي بتبص لهم ماجد قال امال فيني الامن يا جابر جاي ليه يا ماجد جاي ليه مش بينا اتفاق وخلص انت هتطلق النهاردة وانا هتجوزها جابر قعد قدامه وحط الرجل على رجل ده بم نسبة ايه ان شاء الله حد قالك انها متجوزة سوسن مهرة بامراتي واللي عندي قلته انا مش هتطلق انت بتقول ايه يا جدع انت مش كان بينا اتفاق ولا هو لعب عيال مهرة فين يا مهرة يا مهرة مهرة كانت وقفة مش عايزة تخرج وحاسة بالخوف حسين قام وراح نحية قضتها لكن جابر مسكه بسرعة من يأت اميسه انت تجن انت ولا ايه دخل فين ولا انت فكر هدك ايه تبوك بقولك ايه انت تاخد بعضك وتمشي من هنا ماجد تكلم انت سامع نفسك يا جابر سامع انت بتقول ايه اه سامع وتفضل بقى علشان انا عايزة ريح شوية اصلي متعود كده بعد الغدى بحبها ريح شوية هتدفع التمن غالي قوي يا جزاري البهايم بس انا مش همشي من هنا غير لما اشوف اختي وماله انت تفضل وهو يتفضل يمشي امشي انت دلوقتي يا حسين وبعد انتكلم حسين بصلهم بغضب ومشى مهرة خرجت من القوضة وبصت لماجد ايوه انت موافقة على الهابل ده ايوه موافقة وبعدين انت فاكر انها خاف منك تاني يا اخي حرم عليك وبعدين انا امرض جابر الشفعي مراته هو مستلعة في ايدك علشان تقعد تطلق فيها وتجوزني جابر ابتسم وهو سامعها بتقول انها امراته ماجد قال مش يا مهرة بس اللي سكى لما اخلص ماجد مشى ومهرة بصت لجابر انا متشكرة متشكرة انك عملت كده ولو كنت طلقتني كنت هتخليني ارجع له وانت شايف انه عملت كده بس علشان حشك منهم امال اي يا جابر انت قلت انك بتحب واحدة تانية وهتفضل تحبها انا مش طمع انا في حاجة انا بس عايزك تخليني على زمتك فترة لحد ما ماجد يشلني من دماغه انا بحبك يا مهرة بحبك قوي فوق ما انتي ممكن تتخيلي خمس سنين وانا كل يوم بتعب بسببك كل يوم وانا بصبر قلبي وبقول الدنيا ما بتبقاش على حد بس كانت وقف عليك يعني اي يا جابر يعني انت هي البنت اللي اخدت قلبي من يوم معيني وقعت عليها ولما طلبت ادهمنا ابوها رفض وقال انه مستحيل يجوز بنته الجزار بس جابر قرب منها وحضنها مهرة انا بحبك اكتر من انك تتخيلي اديني فرصة ودي نفسك فرصة والله العظيم انا بحبك قوي مهرة غزبن عنها بتسمت وهي مش فاهمة حاجة لكن كانت مرتاحة وبعد يومين الفجر في حرمية راحوا المحل الجزارة ودخلوا سرق الفلوس اللي فيها جابر كان واقف بيتفرج على تفريغة الكاميرات الموجودة لكن كانت مخفية سعدي كان واقف جنبه وهو بيتفرج انا عارف الودة مين لما رحت الحسين الولد ده كان عنده انا متأكد من اللي بقوله الولد ده يبقى عندي يا سعد وبعد مدة في اسم البوليس الشابة اعترف ان حسين وماجد هما اللي حردوا على السرقة وكانوا ينويين على ازيد جابر البوليس ابض عليهم وكملوا الاجراءات وبعد 6 شهر في بيت جابر مهرة كانت بتعيت به السريع وهي مسكة اكتر من اختبار حمل وكانوا ايجابي جابر دخل البيت وهو مبتسم وبينادي عليها لكن مش بترد سمعت صوتها بتعيت حاسوا بقلبه بيتقبض دخل قضتهم لاها قعدة على الارض ملك يا مهرة حصل حاجة حد اعملك حاجة مهرة حاولت تكلم لكن ما كانتش قادرة انا انا حامل يا جابر طب هدي ايه دي انت زعلنا لي بس هاجتماع خمس سنين وانا فهمة اننا اللي مش بخلف يا جابر طب هدي حبيبتي حقك علي انا على عيني والله وبعدين هو بياخد جزاته دلوقتي انا بحبك قوي يا جابر انت قلت ايه بحبك بحبك قوي وانا بعشقك يا قلبي جابر بس دلوقتي لازم نهتم بيك وبالحمل وكمان انت لازم تتغذي كويس قوي مهرة حضنتو وهي متطمنة اخيرا يريتك جيت من بدري يا جابر المهم اني جيت الباقي كان اسمه ونصيب وانت دلوقتي نصيبه وحبيبتي ومراتي وكل دنيتي ايه ستوب لحد هنا وانقول تتا تتا خلصت حكايتنا النهاردة يا ترى حلوة ولا ملتوتة واستنوني في حكايت وروايات تانية كتير دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة